موسيقى هذا العرض المبهر الثلاثي والأبعاد دشن ذكر تأسيس متحف أرميتاج أحد أهم متاحف العالم والذي تأسس قبل 250 عاما وصور العرض حقبا مختلفة من التاريخ الروسي وجرى تقديمه على جدران مبنى القيادة العامة نصف الدائري المقابل للمتحف في ميدان بقلب مدينة سانت باترسبرغ اجتذب العرض آلاف المشاهدين ويقول منظمه إن الهدف منه هو التتبع أوجه التشابه بين التاريخ الروسي والأعمال الفنية التي يتضمنها المتحف العريق إيكاترينا جالانوفا منتجة عرض الأضواء بالطبع كان من المهم الحفاظ على أصالة تاريخية محددة من حيث عدم فقدان الجانب الفني من ناحية وعدم ارتكاب أخطاء تاريخية من النحية الأخرى بحيث نعيد سرد وجهة نظر التاريخ على نحو أكثر دقة وقدم العرض مشاهد متداخلة لأحداث شهدتها روسيا مثل الحريق الضخم والحرب العالمية الثانية مع صور لمعرضات المتحف وصاحب عصف لمقطعات موسيقية كلاسيكية ومعاصرة وقال جوزيف كريستياني مدير شركة كوزمو ايفي منظمة للعرض إنه مسرور بنتيجة العرض رغم التحديات التي قابلتهم في إمكانية تنفيذ العرض الثلاثي الأبعد على واجهة مبنى نصف دائري محمد الجبالي رايتوس